السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نلتقي في هذا الدرس بعنوان طريق تدوير أي عنصر سواء كان شكل أو صورة اعتماد على الزاوية المرجعية موجودة مسبقا وهذا على برنامج عطوك مثل لدي هذا المربع أريد أن أقوم بتدويره بزاوية وقدر بنفس زاوية هذه القطعة المستقمة أولا أذهب إلى شريط الأول أقوم بإدخال أمر روتايت اختصاره أو R أو أضغط انتر أختار هذا الشكل وما في الحقيقة عبارة عن أربعة أضغط أضغط انتر أختار البيز بوينت مثلا هذه النقطة بعد ذلك أختار الريفيرنس على سبيل المثل أريد أن أقوم المرجع الذي أريد أن أقوم بتدويره مثلا في حالتي أريد أن أقوم بجعل المرجع هو هذه القطعة المستقمة الحمراء مثلا من النقطة الأولى النقطة الثانية بعد ذلك أأتي لهنا وأقوم باستخلاص الزاوية الزاوية أقوم بأخذها من هذه القطعة المستقمة هكذا من هنا إلى هنا لاحظوا كيف تم تدوير هذا المربع لو أقوم بقياس الزاوية من هنا من هنا إلى هنا لاحظوا أن الزاوية هي 37 درجة من هنا إلى هنا لاحظوا كذلك أن الزاوية هي 37 درجة من هنا ثم أقوم بتدوير هذا الشكل كذلك اعتماد على هذه الزاوية لكن سأختار الزاوية أخر على سبيل المثال أقوم بإختيار الزاوية الأخضر نفس الشيء أقوم بإدخال الزاوية أو أختار هذا الشكل أختار الزاوية مثلا الزاوية من هنا إلى هنا بعد ذلك أختار أخذ الزاوية مثلا والآن الزاوية الأصل الزاوية أن يستخدم من هنا ثم الزاوية الزاوية من هنا الى هنا سبعة وثلاثون كذلك من هنا الى هنا لاحظوا سبعة وثلاثون دراج يعني هذه الطريقة مفيدة جدا في عمل تدهور لبعض الأشكال أو بعض العناصر انتلاقا من زاوية موجودة مسبقا باختصار هذا هو الدرس لتبخلوا علينا بدعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا